حديثة أكثر تنضم إلينا من استوديو ردة الفنانة تشكيلية رانا شاكر حياك الله صباح الخيرات صباح الخير أهلاً صباح النور يا أهلاً وسهلا أهلاً رانا أعطينا فكرة كذا عن هذا المشروع كيف اجتمعتك طالبات لأداء هذه الفكرة إيش كمان كانت الأهداف منها أوكي في البداية سمعت من جي ف اس اللي هما مدرسة الغاص الحر في جدة أنه سيكون فيه بيتش كلينب تنظيف للبحر بالتعاون مع أحمد الشقيري فطبعاً أنا ما تردت على طول رحت شلت معاهم الزبائل النفايات وكذا بعدين حبينا أنه خلاص مو داماً نفس الشي أنه داماً بنسوي بيتش كلينبس وفي النهاية النفايات نتخلص منها بالطريقة التقليدية عن طريق الحرق أو يعني غير فقلنا أنه فداماً أنا بابو كان داماً يكلمني عن شيء أنه لازم نبين الفكرة بطريقة أنه تسيب تسيب أنه زي انطباع أثر إيوى انطباع أو أثر إيجابي على الناس فمن هذا الشي جات فكرة أنه نسوي على شكل مجسم رائع طيب رانا يعني هل الفرن التشكيلي يساعد في توعية المجتمع بشكل أكبر وكيف تكون الطريقة في وعي المجتمع والله يعني أنا أحس أنه إحنا أخذنا خطوة بنجرب نسوي شي بطريقة مبتكرة أنه نسوي المجسم هذا ويكون عبرة للناس أنه والله يشوفوا هذه هي النفايات التي جمعناها من مكان مرة صغير من منطقة مرة صغيرة في البحر فهذا الشيء إن شاء الله يكون له أثر كبير على المجتمع جميل رانا يعني لو تعطينا كذا تصور عن فكرة هذا المجسم كيف جت هذه الفكرة أنه يعني هل جمعتوا هذه المخلفات وبعدين قررتوا كيف هيكون شكل المجسم أو كان في فكرة في بالكم كيف كانت الخطوات عطينا كذا الكواليس والمشاعر وقت العمل على هذا المجسم هو أول ما شفت النفايات كذا قدامي منها في كان تايرز حق السيارات ويعني أشياء غريبة حتى في البحر تحت شفنا أشياء مرة غريبة كأنه بيت مفروش تحت صراحة فأنا كذا قاعدة أشوف كل شيء قدامي حاولت أتخيل مجسم على شكل سمكة وطبعا مع طالبات عفت أنه ثوينا أكثر من اجتماع وأكثر من بروبوزل كيف هيكون نوع السمكة كيف هيكون شكل السمكة ألوان السمكة كيف هيكون كيف طريقة تركيب النفايات على المجسم نفسه هذه كلها أخذنا تجارب تجارب وكان في عرض لهذه الأفكار كمان طيب طيب فنررنا يعني مشاركة 136 متطوعة في هذا يعني في هذا المجال تحديدا ووعي المجتمع في فن التشكيلي حدثيني أكثر بشكل أكبر كيف كان العمل الجماعي معكم أول يوم طبعا لسه كل أحد بيحاول يعرف أشي يسوي بنرتب الأشياء عشان نركبها على المجسم نفسه في البداية كان كذا شوية صعب بس كل يوم بنتحسن أكثر وأكثر وكان بيكون أسهل نفس طريقة العمل مع بعض وأنه البنات كذا أخذنا على بعض وكان الشغل ممتع وإحساس أنك أنت بتسوي شيء عشان توعي الناس إحساس مرة جميل جميل يعني ممكن كمان استثمار طاقات الطالبات واستثمار الطاقات الشباب اللي عندنا وتوظيفها بالشكل السليم كمان أدى أنه هذا المجسم يظهر بالصورة اللي أحبينها كلمينا شوي عن المشاركة مع برنامج سين كيف كان التنصيق؟ كيف كان الترتيب؟ ألية العمل والخطة اللي وضعتوها ما كان فيه داريكت كونتاكت مع نفس البرنامج تواصل مباشر مع سين نفسهم بس التسلسل حق الأحداث كالآتي كان أني أنا رحت البيتش كلينوب تنظيف البحر بالتعاون مع أحمد الشقيري برنامج سين بعدين برنامج سينة تواصل ومعفت أنه إحنا اللي نبني المجسم هذا بالنفايات اللي طلعوها ذاك اليوم جميل طيب رأنا في نقطة معينة في بعض النفايات ذكرت وذكرت وما أنت ذكرت قبل قليل أنه في تحت البحر بيت يعني من النفايات طيب كيف الآلية التعامل معها؟ آلية التعامل السليم مع هذه النفايات؟ إحتمال تكون مضرة لكم في خاصة مع تشكيل الفن التشكيلي إحتمال يكون هناك أضرار عليكم؟ آآ لا لا هو تحت البحر كل إنه المفروض لما ننزل كنا نلبس زي بدل غاص معينة عشان إنه نحمل جلدنا بس بر البحر آآ لا ما كان فيه أي خطورة كنا لابسين قفاضات كنا مأخذين كل إحطياتاتنا وكذا آآ لكن فيه كام شي حبيتني أنا أنبه عليه حتى لو الناس تبت سوي تنظيف البحر لازم يكونوا مع جهة مختصة لأنه مو أي نفاية في البحر تشوفها تطلعها من البحر بسهولة وتحطها بره لأنه فيه كائنات حية تتعايش مع الأشياء الأحلى بنرميها فلازم نكون حذرين لأنه فيه كائنات حية بتكون بدأت تكون بيت على النفاية يعني كمان لسلامة الشخص وسلامة الكائنات الموجودة داخل البحر يعطيكي ألف عافية وكل التوفيق لكي رانا ولكل الطالبات اللي يشتغلوا على هذا المجسم يعطيكم ألف عافية الفنانة التشكيلية شكرا شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم